ماذا قال العلماء في معنى الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو صلى الله عليه وسلم لم يصوم مثل داود بل كان يصوم سردا ويفطر سردا ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس ولمعرفة أقوال العلماء في معنى هذا الحديث الشريف انتظروني بعد هذا الفاصل القصير قام بكم مرة أخرى قال العلماء صيام داود الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ووصفه بأنه صوم شطر الدهر وعلى الرغم من ذلك كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه وقد كان يصوم مع ما سبق ذكره يوم عشر أو تسع من ذي الحجة وإنما كان يفرق في صيامه ولا يصوم يوما ويفطر يوما صلوات ربي وسلامه عليه لأنه كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم إذ كان القصد به التقوي على ما هو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بحقوقها فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك كما أن قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث الصحيح وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر